زلزال داخل حزب الأصالة والمعاصرة والمشهد السياسي عموماً إخواني أخواتي بحيث تم اعتقال رئيس الويداد الرياضي سعيد الناصري ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي لكي يشتغلوا بجوجبهم في مناصب قيادية في هذا الحزب واللي تم الوضع ديالهم الرهنة الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء في إطار تحقيق بقضية الاتجار الدولي في المخدرات في ملف تقيل واللي يطمرون للإجتباه في تورطه مع بارون مخدرات معروف من أصول مالية إسكبار الصحراء واللي كان الزوج السابق للفنانة المغربية لطيفة رأفت هاتزواج أخوتي اللي دم بيناتهم لمدة ثلاث أشهر فقط واللي اليوم الفنانة المغربية لطيفة رأفت كي تذكر الاسم ديالها في هاد الملف من طرف العديد من الأشخاص واللي هي بريئة من هاد الشيادة كامل لا علاقة لها بالموضوع الفنانة المغربية لطيفة رأفت تزوجت بهاد السيد هذا واحد الزوج اللي دام المدة أربعة أشهر أربعة أشهر وتفارقت معاه حتى الفيلا ديالها كيقولوا على أنه هو لشرالة وإنما من خلال التوضيحات تبين على أن الفنانة المغربية لطيفة رأفت شارية الفيلا ديالها سنين قبل أنها ما تتعرف على هاد تاجر المخدرات الملقب بالمالي إخواني أخوتي اللي هي ما كانت عارفة لا تاجر المخدرات ولا هادي ولا هادي كسيدة زوجت بيها على سنة الله ورسوله منين ما تفاهموش مع بعضياتهم تفارقت معاه وهي اليوم كتلام وكيتجبد الإسم ديالها من خلال بزاف ديال الناس من طرف بزاف ديال الناس تجبدوها وتجبدو للإسم دياله وتقارنوه مع هاد تاجر المخدرات بحلها هي كانت على علم بهذا الشيء ومخبياه وتييقول لك على أنها في التحقيقات وأن السيدة ما عندهاش علاقة بالموضوع من هاداش حال تفارقت معاه في سنة 2014 وهذا الإنسان هذا تصمي الاعتقال دياله في سنة 2019 وتحكم بعشر سنين سجن النافذة ربع سنين وهو في الحبس وهو تفكر كيفاش غادي يفرش وغادي يفضح العصابة اللي معاه واللي من بينهم هاد الأشخاص خمسة وعشرين شخص إخواني أخواتي اللي تم الاعتقال دياله مشيه في حالة اعتقال وشيه في حالة صراح السيدة تفارقت معاه في سنة 2014 وهذا البارون إخواني أخواتي الملقب بإسكبار الصحراء واللي هو من أصول مالية اللي تم الاعتقال دياله في سنة 2019 واللي تضبط وتم الاعتقال دياله بالضبط في مطار محمد الخامس إخواني أخواتي 24 أخوتي وهاد المالي إسكبار الصحراء كيخططو هو في الزنزانة دياله كيفاش غادي يفضح الأعوان واللي كانوا معاه كيتاجروا بالمخدرات وكيدروا تبييد الأموال وكيزوروا محرارات رسمية إخواني أخواتي سعيد ناصري دوز الليلة الأولى في سجن عكاشا بمدينة دار البيضاء على دمة التحقيق في تهم اللي هي خطيرة وخطيرة جدا واللي كتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات وتبييد الأموال والتزوير في محرارات رسمية سعيد ناصري اللي الإسم دياله جمع بين الشهرة الرياضية والسياسية من خلال الرئاسة دياله النادي الوداد البيضاوي إخواني أخواتي ردود الفعل لم تتأخر داخل حزب الأصالة والمعاصرة بحيث من المنتظر على أن أعضاء المكتب السياسي بجانب الأمين العام للحزب عبدالطيف وهبي اللي غير درس قرار تجميد عضويتي الناصري والبعيوي مصادر داخلية من الحزب تفيد بأن هذا القرار من الممكن يخلق توطرات كبيرة داخل الحزب وقد يؤثر على وحدته الداخلية وأن القرار الحدساء لم يصادق عليه عكس ما تم تداول ديالو في مواقع التواصل الإجتماعي وفي تطورات أخرى قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء متابعة 23 شخص من أصل 25 في هذه القضية واللي انتورطين في هذه القضية الخطيرة جدا إخواني أخوتي جميعهم تم وضعهم في حالة اعتقال احتياطي يأتي ذلك في إطار التحقيق في ملف بارون المخدرات المالي الذي أطار ضجة واسعة داخل الأوساط السياسية والمجتمعية إخواني أخوتي من جهتها قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام الوكيل العام قائمة اللي فيها 25 شخص من بينهم 7 في حالة اعتقال و18 شخص في حالة صراح القضية أخوتي كتتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات واللي قامت الشرطة بتقديم أدلة اللي كتدعم القضية بشكل قوي وهذا في حد ذاته أمر لي هو خطير وخطير جدا را كنا كنعرفوه مقولة اللي هي مهمة جدا على أن المتهم باري حتى تثبت إدانته ولكن أخوتي مين كنشوفو الشرطة القضائية استعنات بأدلة في حالة وآدلة اللي هي قوية واعترافات فإذا التهم تبتات على المتهمين خبر اعتقال رئيس نادي الويداد البيضاوي سعيد الناصري ومجموعة من الشخصيات الباريزة روين دنيا وخلى المغاربة يفقدوا اتقاف بزاف ديالأشخاص واللي هاد سعيد الناصري إخواني أخوتي واللي كانت عنده صيلة مع هاد بارون المخدرات المالي إسكوبار الصحراء مؤخرا أخوتي شرط الصحيفة الفرنسية جون أفريك مقال مطول على بارون المخدرات المعتقل بسجن جديدة من 2019 معروف بلقب المالي وهو المقال أخوتي اللي شارت فيه لهاد العلاقة مبينه ومبين رئيس نادي الويداد البيضاوي يعني كين علاقة بين هاد المالي بارون المخدرات الدولية عنده علاقة برئيس نادي الويداد البيضاوي وصلطت الصحيفة الفرنسية جون أفريك الضوء على القصة الكاملة لأكبر بارون مخدرات في إفريقيا المدعو الحاج إحمد بن إبراهيم هو المعروف بلقب مالي واللي سال به المطاف بسجن مدينة الجديدة بعد ما تم توقيفه في مطار الدار البيضاء سنة 2019 سنة 2010 تعاون هاد المالي مع العديد من القادة السياسيين من زاقورة إلى شرق وشمال المغرب لنقل الشيرة إلى عدد من الدول ففي سنة 2015 تم اعتقال هاد المالي من قبل رجال الضرك الموريطانيين بعد صدور مدكرة بحث من الأنتر بول باش يوقفه ويتم توقيفه والاعتقال دياله فمن بعد ما تم إطلاق صراح دياله طبيعة الحال المعارف دياله في الجهاز الأمن والقضاء الموريطانيين تم توقيفه من جديد من طرف السلطات الموريطانية وهنا قضى واحد العقوبة السجنية من أربعة سنوات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر